تصير تظاهرات، تصير تهديدات، الحكومة على المحاك، رئيس وزراء على المحاك تصير ضغط، تصير جعل، كل رئيس وزراء يتغيرك وبعض الناس يقولون ولكن عندما يأتي إلى نقطة التغيير والتبديل الجميع يقف يقول هنا إنف، هنا كافي نحكمكم أو نقتلكم هو لسان حال أحزاب السلطة منذ انطلاق تظاهرات ثورة تشرين في مدن العراق أواخر عام 2019 ووصولا إلى إجراء انتخابات على مقاييس الأحزاب الفاسدة كما جرت العادة لا تلك التي يريدها العراقيون حقا انتخابات مزمع إقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول عام 2021 تم الترويج لها من قبل شركاء العملية السياسية والداعمين لهم الإقليميين والدوليين بينما دماء شهداء التظاهرات لم تجف بعد منتظرة الكشف عن القتل ناهيك عن المطالب الجوهرية للتظاهرات والتي لم تنفذ إلى يومنا هذا فالذين قتلوا وحرضوا على قتل زهاء ألف متظاهر سلمي وجرح نحو ثلاثين ألفا ممن رفضوا استمرار نظام المحاصصة الطائفية ومخرجاته لا زالوا طلقاء بل إن معظم المتورطين في قمع التظاهرات باغون في مناصبهم السياسية والأمنية ليس هذا فقط بل أن الأحزاب السياسية وميليشياتها المتهمين بقتل وتغييب وترهيب العراقيين المناهضين لهم يروجون لأنفسهم انتخابيا مع حلول الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين التي تحولت من ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات إلى كل مناطق العراق بأشكال احتجاجية مختلفة متحدية الاغتيالات والقمع المفرط ومذكرات الاعتقال التي ما زالت مستمرة ضد شباب مطالب بوطن آمن يخلو من الفساد والفاسدين وبمستقبل أفضل لجميع العراقيين حكومة مصطفى الكاظمي التي تشكلت في أيار عام 2020 بعد استقالة سلفه عاد العبد المهدي المتهم الأول بقتل المتظاهرين لم تفي هي الأخرى بوعودها في فضح ومحاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة الانتخابات حدد المتظاهرون معايير إجرائها حكومة ازداد المشهد السياسي والأمني والاقتصادي تعقيدا منذ مجيئها لتتفاقم معها معاناة العراقيين أرواح ما زالت تزهق وحقوق ضائعة وأزمات تلو الأزمات تختلقها قوى السلطة في العراق منذ تظاهرات تشرين وبشكل شبه يومي لتشتيت وإشغال الرأي العام عن المتسبب الرئيس بقتل وجرح وتغييب الآلاف من المتظاهرين وبهدر المال العام وانعدام الأمان والخدمات ولإيصال رسالة مفادها نحن وانتخاباتنا أو استمرار الأزمات والمعاناة اشتركوا في القناة